اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويطلع انه طبيب جالس بالمستشفى بغرفة واحد من المرضى والممرضى اللي شغلت النور سألت انت لاش اصلا تتابع هالاشياء مو غريب انه شخص بالغ يكون معجب بفرقة غنائية وقام يشرح لها السبب وكان كالاتي كانت في واحدة من المرضى السابقة عندها الطبيب اسمها سرينا سرينا التقى فيها الطبيب يوم كان في الفتر التدريبية كدكتور وكان الشيء اللي دايما تتكلم عنه سرينا هو حبها للآيدلز وقدي ايش هي تبي تكون آيدل بنفسها يوم تكبر بس للأسف الشيء اللي موقفها هو مرضها اللي يخلي جسمها جدا ضعيف وما يتحمل الحركة وتطيح بكل سهولة ومن حبة لهم كانت تقول اشياء مثل تخيل لو ان اولاد ابنان في عائلة مشهورة تخيل ان تجمع الجاذبية والعلاقات منذ الصغر بس للأسف بعد فتر قصيرة تسبب المرض في وفاتها في سن الثاني عشر ولهذا السبب كان الطبيب يحب يتابع هذا الفرقة لانه يذكره بسرينة المتوفاة وخصيصا اي لانها كانت المفضلة عن سرينة كالشي تمام للان واضح القصة ترى لسه الحين بنجي للأحداث اللي تكسر التوقعات بعدها بكم يوم جت عندهم بنت وكانت حامل بالأسبوع العشرين شعرها كان بنيف سجي عيونها لا مع فراقه ويا كانت اي كانت كل اللي ندر انها كانت اي والطبيب برضو عرفوا انه هي نفسها اي الايدل لكن ما حبي يوترها ويقتحم خصوصيتها فسكت عن الموضوع وساعدها بهالفترة مثل اي طبيب ثاني وجلس في هالفترة يتعرف عليها بشكل بسيط لين يوم من الايام سألها هل جتي لهذه المستشفى حشان ما ينكشف امريك وهي استغربت وقالت ها هل انا اخبرتك عن مهنتي قال لها لا لكن كان عندي مريضة سابقة من اشد معجبينك لكن هل رحت تتركي مهنة الايدل شرح للناس اللي ما تعرف في عالم الايدل كون الشخص ايدل يعني انه لازم يظهر للجمهور انه نقي على قلتهم لانه وتبعين الايدل يكون عندهم نوع من انواع التملك والتمسك الزايد فلازم الايدل يخفر حياتهم الشخصية وممكن حتى ما يدخلون في اي علاقات لين يقاعدون وبحالة اذا عرفوا الناس ان عندها طفلين راح تنتهي مسيرتك ايدل كليا نرجع نكمل ردت عليه ولماذا قد افعل هذا انا نشأت بلا عائلة يعني يتيمة ولطالما رغب بواحدة انا حامل بتوأم وواثقة ان عائلتي ستكون مبتهجة ومرحة حين يولدان نصدم الطبيب كثير وقال لها يعني فعلا راح تظلين ايدل وايضا تنجبين ردت اجل ساخفي الموضوع عن العالم وقامت تصرح للطبيب معنى الايدل من وجهة ظرها وقالت الايدل هم اشخاص يستخدمون سحر الكذب ليلمعوا من انفسهم وان الكذب نوع من انواع الحب وصراحة خلتني افكر بالموضوع شوي احس ما اخطأت بكلامها كليا لانه تجي مواقف فث المجاملة نكذب فيها عشان ما نجرح مشاعر الاخر ومو هذا يعتبر نوع من انواع الحب لو كنا ما نهتم كان قلنا الصراحة واذناه صح مدري قلوا لي رأيكم بالتعليقات بصراحة الموضوع يستهنقش واستمرت بالكلام وتقول وانا اريد ايضا تذوق السعادة الناس لا تترك انه نحن ايضا لنا قلبا وحياة خصونا عشان مثل ما قلت الجمهور ما يرضون الايدلز يحبون احد اريدوا ان اكون سعيدة بكوني ايدل واما ايضا حرفي هذا الاسرام المخاطر اللي فيها شي عجيب من بعد ذاك الوقت صاروا يستعملون لها اسم مستعاب المستشفى عشان يخفن هويتها ومرت ايام اسابيع لان اقترب موعد ولادتها قبل لقت الولادة بكم ساعة طلع الطبيب بر المستشفى عشان يروح بيته شوي وبالطريق للبيت مر على شخص غريب هالشخص قام يسأله هل انت الطبيب تبع اي رد عليها الطبيب وهو مستغرب هي تستعمل اسم مستعارا وحتى ان رأيتها بالمستشفى فكيف عرفت اسمها الاخيرة الغير موعلن عنه عرف الشخص الغريب انه حط نفسه بموقف ضيق وراح ركض ويروب بين الاشجار الطبيب طبعا ما تركه يروب وراح لاحق راه وصل لحافة الجبل وهو ما سكشف جواله دوره عنه بالظلام الا فجأ جاء السخص ذاك من وراه ودفه وخلاه يطيح انا كل اللي شيء اهم هو الحير انه ايتفضد بسلام بليز اغمى على الطبيب من الطيحة ويمرن الجوال استعاد وعيه لكن ما كان يقدر يتحرك لانه كان على وشك الموت وكان يفكر لازم انهض عشان اساعدها تلد وتذكر شيء واحد اخير وهو كلام سرين ذاك يوم قالت تخيل ان تنت في عائلة مشهورة وبعدها مات الطبيب يا اخي الالميات اللي تكتر الشخصيات بسرعة تخوفني سرينه ماتت الطبيب مات من بعدها بس ما تخافوا اي في مستشفى واكيد في اكثر من طبيب تمت الولد بشكل سليم وظهرته امين الولد سمتها اكوا والبنت سمتها روبي بس الشيء الغريب بالموضوع انه اكوا هو نفسه طبيب يا اوكي 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 ادي الموضوع انه خبط شوي وممكن يكون غريب لكن في ناس باليابان يصدقهم بفكرة انك تعيش اكثر من حياة بمعنى انك يوم تموت راح تنولد في مكان ثاني طبعا معلنا منه خرافات احنا نعرف بالاسلام نعيش حياة واحدة عشان كده نستغلها بالعمادة المهم فعلا رجع نولد من جديد ولسبب ما كان منذكر كل حياته السابقة ما انس اي شيء وكان حاس نفسه عايش فيه نعيم لانه رجع رضيع وعد كلنا نعرف كمية الدلع اللي مر فيها الطفل وما عنده اي مسؤولية ولا هموم ولا مشاكل كل حياته اكل ولعب ونوم لكن اي ما تدر تظل تعتني فيهم طول الوقت لازم ترجع لشغلها كايدول الشخص اللي كانت تود الاعتنابهم وقت خيابها كانت زوجة الوكيل ومع انها ما كانت مرة حابة الموضوع بس ما شكل شيء بسلام المهم في او من الايام سمع اكوا روبي في غرفة ثانية وهي ماسك الجوال وكانت تقع تعليقات الناس السلبية عن اي وتدافع لهم وترد عليهم بغضب وتسبهم استغرب اكوا وقام يسألها هل يوقل انه انت بكلي؟ ومن هنا عرفنا انه فعلا اثنينهم كانوا اشخاص ذو حياة سابقة بصراحة هالفكرة حاستها انه عاش للخلال اللي في مخي وخلتني جدا فضولية بكل الاشياء اللي بيطير بها لأنمي لانه تخيلوا يكون عندكم طفل عاش حياة سابقة باللاء بيعرف كل لحظة في حياته وش يسوي وش يفكر اللي يضحك بالموضوع انه واضح اثنينهم كانوا من الفاس حقينها مسكينة حتى اولاد طبيعي ما قدر تنجب وفي حاجة كمان اتوقع سهل انه كلكم تخمنوها انه روبي هي نفسها سيرينا اللي ماتت من ذاك المرض في احداث كثير صارت ووحدة منهم مفضلة عندي جدا هي يوم جاءوا الطفلين المسرح وقاموا يرقصون بدون احساس وحير كون الاضواء ويوم لاحظتهم اي قامت تبتسم ابتسامة عريضة وتقول طفل اي في غيرت الطرفة من قصم ذبب الكياتان سو كيوت ولقطة ثانية راحوا الاطفال مع امهم عشان كانت بتمثل جزء بسط ومسلسل وتعرفنا هناك على شخصية جديدة اسمها كانا وكانا واحدة صغيرة مثلهم لكن الفرق ناطف العادية وكان اختصصها تمثيل ومهاراتها انها تعرف تمكي بسرعة واو وفي موقف حصل بين المخرج اكوا وتعجب المخرج من طريقة رد اكوا له كأنه شخص بالغ فعشان كذا خلاه يمثل مع كانا وهالشيء سبب انه كانا تغير من اكوا من تمثيله وهال موقف علق اكوا في راسها شفنا كيف اكوا وروبي يجلسون بالحضانة واكوا يقرأ كتبه ومسترخي والكل يطلع فيه ويفكر اول مرة شوف طفل يقرأ كتاب بتل ما يلعب هل هذا فعلا طفل حضانة؟ وبدل يمدخلوا الصف بالحضانة قامت المعلمة تقول لهم راح نتدرب على الرقص مع بعض وروبي معجب هالموضوع وغربت من الفصل يوم رجعت البيت قامت تدرب على الرقص لحالها وكل شوي يطيح وطيح لكن السبب الحقيقي وراطحاتها يحزن السبب انه في حياتها السابقة بسبب مرضها كانت كل ما تحاول ترقص ضعف جسدها يخليها تطيح وتتعور وبسببت هالشي صارت كل ما ترقص تجهز نفسها للطيحها عشان ما تتأذى فهذا صار يخليها دائما مستعدة تطيح فصارت ثقتها اقل وهالشي يخليها تطيح اسرع تخرت امها عليها وقالت يلا خلين ندرب سوا ولحظت كيف روبي كأنها دائما مستعدة للوقوع شجعتها وقالت لها عادي خليك واثقة راح تقدرين تتعلمين وفعلا ظلت متشجعة واستمرت بالرقص لين احترفت بعدين اكوه روبي كان يصرفون عن ابوهم ويفكرون بنظريات عنه وسمعت اي محدثتهم وقررت انه لازم تخليهم يقابلونه بعدها بكم يوم دقلت درس حق بيتهم وجدت اي تفتح الباب تحسب انه الوكيلة وشي إلا فجأة يظهر شخص كأنها تشايفينه من قبل لابس جاكات وشعره اسود فجأة صارت اي تسترجع ذكرياتها وكأنه شريط حياتها يمر من قدم عيونها والسبب كان انه طعنها الموضوع كان جدا صادم وطالع من العدم وقام يحكي لها هل يؤلمك؟ ألمي انا شده من هذا كيف تجميني اطفال وانتي ايدل لقد اخذتني جمهورك عملتين باستخفاف هل تظنين اننا اغبية؟ ايتها الكاذبة ظلتت تفوهين بكلمات الحب وكلها كذب انا هنا حرفيا اه صدب ليش؟ ليش تطعنها؟ ما يوصل الموضوع لكذا طيب وهذا شيء يخلنا نعرف قدي ايش في نوعيات مهوسة من محبين الايدل بس اللي كان محزن اكثر هو ردها كم كنت غير مسؤولة لست نقية انا خائنة قذيرة ولا اعرف معنى ان تحب قد كذبات يحبل كل سماعها على امل انه يوما ما سوف تصبح اكاذيبي حقيقة ظلت اقصى استطاعتي لأكذب من كل قلبي بالنسبة لي الكذب هو الحب انا اظهر لكم حبي بطريقة خاصة لا ادري ان كنت قادرة على حبك والاخرين ولكنني غنيت الاغاني بقلبي امل ان احبكم راجي ان يمسي حبكم صدقا ذات يوم بدل مطارق ولا سوي اي رياكشن قامت حسنهم بسؤولية عليها انها تحب الاخرين وانه هذا غلطها بانها كذبت عليهم طول الوقت بأمل انه يوم من الايام كذبت تصير واقع ما تتدلق بيها وحبها وتحب ما استشفها اكثر لاش تكسلونها انا لسه مريضة من مناسبة وإنها اللحظة مقتنع انها كاذبة وقال لها اكيد ما تتذكريني وردت عليه الا انا اتذكرك وحتى اراك تأتي للعروض كثيرا والهديئة التي اعطاتني اياها علقتها في بيتي لن انساها بعدها هرب هذاك الحياة وانتحر وعلى قولة الاخبار انتحر لانه كان حاسس بالذب بعد ما ماتت اي صارت تنتشر تعليقات عنها جدا سلبية ومريضة والمخيف اكثر من هذا انه هذا النوع من التعليقات مو بعيد ابدا عن الواقع وصاروا الناس يقولون اشياء مثل هذا مضحك انا ما بعمري اهتميت لها اصلا يوم عرف المهوس انه عندها حبيب ما قدر يتحمل محرفيا اشياء تخليك تشمأز كيف المشور يصل فيها مهلمة من الاستهتار وعدم الاهتمام وصراحة هذا الجزء لامسني بشكل شخصي اكثر لانه بكوني يوتيوبر قد ممكن يحصل انه تجيل تعليقات بشكل مشابه كلام قاسي كلام فض كلام بذيء يخلي بدني يقشعر وقد ناس حاول يخربون السمعة باغبة واسخف الطرق فعلا شيء مرعب كيف مجرد فضاوة شخص وشره ممكن تغير حياتك مثلا وعيبين الناس ما يهتمون للحظة واحدة يقولون كل اللي في بالهم بدون تفكير او مراعاة وهذا الثمن المخيف للشهرة كل ما كبر الرقم اللي جنبك كل ما صاروا الناس يشوفونك بطريقة مختلفة وقاسية اكثر الحلال عندهم يصير حرام عليك لو تغلطي غلطة تلمسك عليك كل يوم من حياتك عشان كذا لا تأخذ الشهرة انها شيء مئ بالمئة ايجابي وناسة ومتعة وغنى نو 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 تذكر ان الانسان يظل انسان مهما كان الرقم اللي جنبه وهذا الشيء ما يعطيك اي حق انك تهجم عليه او تأذيه بايشك بالاشكال المهم نرجع لقصة العالمي شافت روبي كل هات التعليقات وهي من صدمة وتقول هل حياته الايدا رخيصة لهذه الدرجة لتموت بسبب علاقة اهولاي الناس مرضى ظلت تصارخ وتبكي وهي مستائة من قصابة الانترنت لا تقولوا ما يؤذي الناس تتهونوا عن فسكم وكلمة اخيرة عجبتني يوم قالتها لا توجد هناك جائزة لشموتها بالاخرين فعلا صادقة بعد موت اي بثلاثة ايام ما حد صار يحكي هذا المضوع وكل الناس ما شوفوا حياتهم الشيء هذا طبيعي وواقعي اكيد ما راح يظلوا الناس يحكون عن شخص بعد وفاته المدة طويلة لكنه يحزن بعد هالشيء الوكيلة سألتهم لو يبقونها تكون امهم لانها تشوفهم مثل ابنائها ووافقوا وصاروا يعيشهم معها بعد الوقت كان اكوى جلس يسترجع الموقف ويفكر وحس انه هو شهل قاتل مألوف كأنه هو نفسه اللي قتله في حياته السابقة جلس يفكر ويحلل كيف هالشخص عرف مكان المستشفى وكيف عرف منزل آية الجديد وواضح انه مجرد طالب عادي ما يملك اي مهارات اذا لابد انه احد ترب لها المعلومات وظل اكوى يحلل ليد استنتج انه ما بقى احد غير ابوهم وفي هذه اللحظة صار كل هدف اكوى في هذه الحياة انه ينتقم من ابوهم اللي يسبب كل هالمصيبة راح اكوى عند هذاك المخرج اللي جبنا طاريه من قبل وطلب منه ان يتبناه فنيا بمعنى انه سير يمثل عنده ويشتغل معاه وانتهى الانيمي بلقطة لروبي اكوى وهم لابسين زي المدرسي وعلى ماذا يطلعون شي اللي مضيعني في منطق الانيمي انه جدا صعب تعرف هل هم طلاب متوسطة او طلاب ثانوية ما تصدقون اوكي دخلت جوجل كتبت طلاب متوسطة انيمي طلع لي ذا تمام دخلت مرة ثانية كتب طلاب ثانوية انيمي نفس الشخصيات كمار ببارك المهم انه هذه كلها كانت حرفيا للحلق الاولى يا الحلق الاولى كانت مميزة كانت ساعة وعشرين دقيقية والله تسجيل دخول مولع وبصراحة جدا متحمس اشوف كيف راح يمشن الانيمي وان بيكونوا اتجاهها وانو معجبكم ما تلخص الانيمي لا تنسوا تدعوون الفيديو بلايك وتعليق عشان انتشار اكثر شوفكم على خير مع السلامة